مرحبا حبايبي برج السرطان رح نشوف من كل النواحي ان شاء الله اني اوصل لأكبر عدد ممكن القراءات ممكن تكون عكسية عند الاشخاص اللي عندهم ممكن حسد وطاقات سلبية كبيرة فممكن تكون القراءة عكسية بالنسبة لهم لكن لطاقتهم عالي نوعا ما وإيجابيين متفائلين هاي الفترة رح يكون القراءة مش عكسية بالنسبة لهم رح تكون عليهم هم أكتر برج السرطان ما كنت محضوط آخر فترة ما كان أبدا نلحظ معاك بالفترة القديمة كان فيه تهور باتخاذ قرار واندمت عليه بالفترة الماضية عم بشوفك بتطلع من جرح معين انت عم بتطلع حالك بإيدك من هذا الموضوع ما حدا ما لقيت حدا يساعدك أو يسمعك في هذا الموضوع عم بشوف بالدراسة فيه نجاح فيه تفوق عم بتطلع من مرحلة لمرحلة أعلى عم تعجبك وعم أهلك يكونوا فخورين فيك في هاي التطور التقدم ممكن يكون بالنسبة لللي عم يشتغلوا الأمور تمام رح تكون ما فيه تغيرات كثيرة في شهر فيه تغيرات بسيطة اللي هم من الأشخاص اللي حواليك المقربين ممكن أنه حدا يبعد عنك أنت تبعد عنه في الشغل عم بتكون حذر كثير في علاقاتك في شهر تموز وكأنك حصلت على حكمة معينة أو عم بتكون حكيم أكثر من بعد التهور في أنه أنا بحكي كل إشي كنت تحكي كل إشي تأمن لك لكثير ناس في الشغل لكن بهاي الفترة عم تعزل حالك عنهم عم بتفكر في نجاحك وتطورك أكثر في العمل والدراسة مبين فيه فيه سفر في طاقة سفر وتغيير مكان إما تغيير مسكن أو تغيير البلد اللي أنت فيه لإلك أو للشريك ولكن السفر عم بيكون جماعي يعني مش أنت لحالك ممكن يكون أكثر من شخص مسافرين مع بعض معك أنت وعم بتكون تاخد قرار شوي صعب وكن قرار مصيري بيخص الشغل إما أنك عم تحصل على شغل تاني أفضل عم تقرر أنك تترك الشغل الأديم وتروح للفرصة الأفضل عم بتفكر كتير بمصلحتك بهاي الفترة وعم تترك اللي بده يحكي اللي يحكي واللي بده يعمل يعمل عم بتركز أكتر في موضوع الشغل عم تشتغل على موضوع فيه نوع من الفلوس عم بتتعامل مع فلوس وكأنك بنوك في معاملات في بنوك في معاملات مالية عم بتكون المادة بتطغى أكتر شي على الفترة الجاي عم بتجمع تحاول تجمع فلوس وعم تنجح في هذا الإشي لكن في صعوبة شوي في الموضوع لكن عم بشوفك محظوص على صعيد الشغل وكمان حتى في الدراسة مبين في نجاح حلو عم تشرق الشمس عندك من بعد ظلام كان أو غموض عم بلف الشغلات اللي كانت حولك عم بيكون فيه وكأنك عم بتشوف الأشخاص بطريقة جديدة عم بتغير تعاملك مع الأشخاص اللي حولك رفقاتك ممكن يكونوا أو جملائك فعم بتغير طريقتك مع الكل وكأنك عم بتعيد هيكلة كل الأمور كل العلاقات اللي أنت فيها مبين أنه فيه شخص كان موجود في الشغل وكأنك عم تخلص منه هذا الشخص أو شخصين حتى ممكن يكونوا عم يختفوا من الشغل أو أنه طاقتهم عم تختفي كانت مؤثرة عليك لكن بهاي الفترة طاقتك رح تكون إيجابية وعم تغلب على كل الوراء خلينا نشوف العلاقة العاطفية العلاقات العاطفية للعزاب أول إشي خلينا نشوف لأنهم مظلومين معانا ما عم نعطيهم كتير توقعات هيك عم تحكولي للتعليقات إن كله للمنفصلين وكذا وللمرتبطين طب والعزاب وإحنا ما عم نستنى مبين عندك فيه علاقة قديمة طلعت منها والآن أنت بعيد كل البعد عن هذا الشخص خلاص صرت أعزب مية بالمية ما عم تستنى فيه حيات جديدة عم تستنىك حبيبي حياة جديدة بكل ما تعني الكلمة من معنى فيه تغير على جميع الأصعدة لكن كله فيه سبب واحد وأكيد أنه فيه حياة جديدة زواج ممكن يكون السفر اللي طلع معانا من قبل ممكن تسافر مع شريك مستقبلي هو يكون فيه بلد ثاني أو ممكن تسافره بعد الزواج فيه سفر يعني البعض منكم ما رح يكون يعني يستقر بعد الزواج في البلد نفسه رح يكون فيه سفر رح تسافر يمكن الشريك المستقبلي أو الجاي في حياتك وهو كتير تقريب من هاي المرحلة عم يتقرب منها شوي شوي طاقتك عم تزيد السرطان يعني بكل الورق كنت فيه طاقة سيئة وعم بتغير من تفكيرك عم بتغير من العادات اللي انت كنت متمسك فيها عادات سيئة أو أفكار سيئة أو طريق التفكير سيئة أو ممكن إدمان معين عم تطلع منه عم تكون الفرصة كتير كبيرة في هاي الفترة إنك تطلع من هذا السم أو ممكن يكون الإدمان اللي انت كنت فيه طبعا الإدمان مش يعني إدمان اللي هو ممكن يكون على كتير شغلات مش بس الإدمان بيكون تدخين مخدرات هاي الشغلات لا ممكن يكون تفكير بطريقة معينة تعود عليها عقلك الباطن لدرجة إنها مسيطرة عليك بطريقة مش طبيعية كانت الآن عم بتحاول أو إنت فعلا تركت هذا النوع من التفكير ممكن إدمان على الأكل إدمان على كذا كان موجود عندك والآن عم بتغير بالفترة الماضية تشتري كتير أشياء بلا طعمة يعني مش محتاجها لكن عم بشوفك عم هاي الفترة عم تتعامل مع الفلوس بحذر وهذا إشي كتير حلو الحظ ما عم يلعب هداك الدور في الفترة الجاي لازم تبذل جهد شوي تندمج أكتر في الأجواء اللي حواليك تترك العزلة اللي إنت كنت فيها عم تنسى عم بشوفك خلاص يعني طاقات أكتر إشي عم تكون هوائية ممكن تكون مائية برضو أبراج ترابية ممكن عذراء ممكن جدي لبرج السرطان ممكن تور حتى مبين كمان بس أكتر إشي الهوائية فممكن يكون من برج هوائي هذا الشخص الجديد على فكرة أنت سمعت عنه أو يمكن ما شفته أو بس سمعت عنه أو بتعرف عنه شغلات يعني هو مش شخص جديد مية بالمية ممكن يكون قريب إلك أو بالشغل قريب منك لكن هو مش جديد مية بالمية هذا الشخص ممكن تكون عارفه من قبل ممكن يكون من القديم جاي من الفترة الأديمة كان موجود في حياتك تركته وممكن ترجعه من طاقة هوائية عم بيكون أكتر إشي إذن في حياة جديدة للعزاب عم تستناهم فكونوا مبسوطين وسعيدين إن شاء الله الخير في الطريق دعنا نشوف للأزواج والناس المرتبطين اللي هم مع بعض مش تاركين مش منفصلين للأشخاص الخير منفصلين إن شاء الله كمان الوراء يكون حلو زي العزاب إذن هاي القراءة لشهر تموت برج السرطان حبايبي بالنسبة للأزواج في نوع من البعد بناتكم رح يصير بناءً عليك أنت أو الطرف الثاني بدو يبعد شوي لكن مش طلاء للأزواج لا ما في وراء الطلاء أو شي بيدل على الطلاء أو الانفصال لكن في نوع من البعد بس أنتوا لحالكم في هاي مش مبين عندي علاقة ثلاثية أو حتى لو كان في علاقة ثلاثية ما إلى تأثير ما ظهرت أبداً في الوراء في شوية مشاكل بس مع الأولاد في ولد عم بيغلبك من أولادك في مبين حمل ممكن يكون خلال شهر سبعة في حمل حتى عم تتسرع الأمور وعم تفكر بالإسم من أول يعني كنت استنى من فترة طويلة ومسمى الإسم وعامل اللي هو جو للمولود الجديد بتخيل كنتم خطط هذا الموضوع للحمل في هذا التوقيت حبايبي إذن الأزواج ما في شي بخوف لكن في شوية طاقة بعد بينك وبين الحبيب لكن مش عن مشاكل كبيرة لكن في طاقة ملل بناتك وأوهم عم بتحاولوا تجددوا الحب عن طريق البعد ثم المصالحة ثم يعني هيك عم بيبين إنه عم بتحاولوا تغيروا في العلاقة عم بتحسوا بالملل يمكن من إزعاج البيت إزعاج الأولاد الطرف الثاني عم بيكون كتير منزعج من البيت عم يهرب لأجواء تانية إما مع الأصدقاء أو بالشغل عم بيلهي حاله طبعا القراءة ممكن تكون عكسية بس الحب موجود الحب موجود بشكل كبير وكأنه هدول الأشخاص يعني أخذوا بعض أساسا عن حب عم تتغلب العاطفة أكتر بشهر تموز على المنطق بتفكيرك عم تكون كتير عاطفي عم تحسب الأمور أكتر العاطفية خلينا نشوف الأشخاص المرتبطين المش متزوجين مبين أنه في مشاكل عم تنتهي في أصر عم يستناك بس هو بعيد شوي خلينا نكون صادقين هو بعيد شوي عم تتحرك أحيانا الأمور عكس ما أنت بدك إياها بشهر تموز لكن حلو أنك يعني عم تخلص من مسؤوليات عم تخلصوا من شوي التراكمات بناتكم ولكن الطريق عم بتكون طويلة خلينا نشوف إذا فيه احتمالية الزواج هاد الشخص جرحك جرحك هذا الشخص وهي الشغلة مأسرة عليك وعم تسيطر عليك هاي الفكرة كثيرة ما عم تنسى قد ما الطرف الثاني عم بيحاول أنه نسيك هذا الموضوع ما عم تنسى أنت بالفترة الجاي كثير عم بتفكر بسلبية نوعا ما تجاه العلاقة عم يعني أنت كنت مفكر حالك أنه أنت على أرض صلبة لكن الآن فيه أمور عم تحدث أنا شايف فيه مشاكل فيه الموضوع لكن ما فيه انفصال مش مبين أنه فيه انفصال لكن التنين أنتو عم بتكونوا حذيرين في هاي العلاقة ما عم تكونوا قريبين كتير من بعد ما عم تخبروا بعد كل إشي بيصير معاكم فيه غموض عم تخلقوا أو الطرف الثاني عم يخلقوا أو ممكن تنناتكم يعني رح تكونوا مشكل جيين بالفترة الجاي بتميلوا أكتر للمشاكل أو للمشاكل بتكونوا منفعليين خلص إنه بس شوف يعني بالأخير فيه نهاية فيه فيه ممكن يكون فيه ارتباط ارتباط وأولاد وبيت فيه كتير احتمال إنه تجتمعوا حتى شوف يعني كمان هذا الكرت كتير روعة هذا الشخص ممكن يكون مائي أكتر إشي مبين عندي للمتزوجين ما ذكرنا إن ناري ترجمة نانسي قنقر